في قاعة ندوات انطلقت بالدر البيضاء أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك تحت شعار موحدون وملتزمون من أجل تعزيز الحقوق والمكاسب وتحقيق الرقي الاجتماعي يلتأم الإخوة والأخوات اليوم القطاع البنكي في مؤتمر وطني وذلك من أجل تدارس القضايا للأجراء والأطور للقطاع البنكي من أجل دراسة أوداعهم الاجتماعية والاقتصادية وبالطبع من أجل تستير مطالبهم المستقبلية والآفاق النضالية المؤتمرون تدارسوا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأجراء وأطور القطاع البنكي مع تستير المطالب المستقبلية وخصنا تكون عندنا استراتيجية التي تضمن لنا استقرار العمان والتي تضمن لنا المواكبة عبر تكوين المستمر من أجل مواجهة جميع التحديات المؤتمر شكل مناسبة لبلورة المطالب المستقبلية للمستخدمين بهذا القطاع ومن أجل تجديد الهياكل وإدماج المرأة والشباب في العمل النقبي وفتح الباب أمامهم من أجل ضمان الاستمرارية